حيث قد حصل مؤخرا أحد العلماء اليبانيين بالتحديد في عام 2016 على جائزة نوبل في العلوم الطبية نظير اكتشافه نظرية جديدة تسمى الأوتوفاجي اللي هو الابتلاع الذاتي الابتلاع الذاتي وهذه طبعا هي عبارة عن كلمة لاتينية أوتو ذاتي وفاجي هو الأكل فسميت الابتلاع الذاتي طبعا هو قام بتفسير ودراسة هذه الآلية والخطوات والعمليات التي تكون داخل الخلية وتؤدي إلى الالتهام الذاتي أو الأكل الذاتي فخلاصة بحث هذا العالم الياباني قال بالجوع أو الصيام تستطيع الخلايا بواسطة اللايزوسومس على التجديد والتدوير وإعادة البناء انتبه للكلام بالصيام بالصيام يستطيع الجسم أن يعيد نفسه ويقوم بالتدوير والتخلص من الخلايا الهرمة ويقوم بالتجديد ووصل إلى خلاصة طبعا قال بالصيام بالصيام يستطيع الإنسان أن يعيش فترة أطول ويحافظ على مقومات الخلية كونه يستهلك قدر قليل من الطاقة وبالصيام يستطيع الإنسان أن يتخلص من الركام ومن العضيات التالفة في الجسم وبالصيام يستطيع الإنسان أن يتخلص من مسببات الأمراض ومنها الطفرات المسببة للأمراض الصارطانية بالصيام من ذكر كلمة الصيام طبعا بطريقة يعني هم قالوا الجوع فنحن نقول الصيام الإسلام من دعانا للصيام الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصى بالصيام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بأن نقتصد في الأكل حيث كما جاء في الحديث ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات أكلات يقمنا صله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا ذكر عليه الصلاة والسلام البعض لا يصلي عليه البعض عندما تقول له أعمل يقول هذه سنة هذا الرسول من جاء بهذا العلم لم يكرم ولم يعطى حقه بينما نفس الفكرة أخذت وطورت واستحق علي صاحبها جازة نوبل ترجمة نانسي قنقر